ربما قد تتفق معي بأن الحقيقة هي أولى الضحايا في الحروب والنزاعات المسلحة نحن حتى هذه اللحظات نتعامل مع رواية من جانب واحد من الجانب الأوكراني الذي تحدث أو اتهم موسكو بشكل مباشر بأنه هي من تقف وراء استهداف المحطة النووية في زابروجيا اتهام واضح من الجانب الأوكراني حتى أنه وصف روسيا بأنها تلجأ إلى الردع النووي أو إلى الترويع النووي إن صح القول بحسب تصريح من الرئيس الأوكراني فلودي ميرزيلنسكي موسكو حتى هذه اللحظات لم تعلق عن هذه الحادثة أو تلك الاتهمات سواء التي صدرت من الرئيس الأوكراني فلودي ميرزيلنسكي أو تلك الاتهمات أيضا التي صدرت من البيت الأبيض واتهمت روسيا بشكل مباشر لكن الكثير من الأسئلة تطرح من خلال هذه العملية التي روتها الجهات الرسمية في أوكرانيا ما فائدة روسيا إن هاجمت هذه المحطة النووية إن صحت الأقوال والتصريحات الصادرة من الجانب الأوكراني على الرغم من أننا سمعنا قبل يومين بأن الجيش الروسي وفي بيان الرسمي قال بأن القوات الروسية سيطرت بشكل جزئي على محطة زابوريجيا واليوم تؤكد الكثير من التصريحات بأن القوات الروسية تسيطر على هذه المحطة هل من تأكدات رسمية على هذه المعلومات؟ استنادا إلى بيانات سابقة القوات الروسية دخلت إلى محطة زابوريجيا ودخلت إلى محطات نووية أخرى حتى لو تلاحظ أو لا حتى أول يوم أو ثاني يوم من هذه العملية العسكري صرحت موسكو بأنها سيطرت على محطة تورنوبل وتوصلت إلى اتفاق مع القوات الأوكرانية لتوفير الحماية لهذه المنشآت تحدثت عن حماية مشتركة بين القوات الروسية والأوكرانية أي أن هناك تفاهم على الأقل بين العسكريين الروس والأوكرانيين في توفير الحماية للمنشآت النووي أصابع الاتهام في الواقع يمكن أن توجه لجهات عدة على غرار موسكو يمكن أن توجه إلى القوات الانفصالية أو إلى النازيين الجدد الذي تقول موسكو بأنهم يقاتلون على الأرض أو يمكن أيضا أن توجه حتى إلى كييف لاستعمال هذا الملف لكسب تعاطف من الجهات الأوروبية خاصة وأن الحديث يدور على أن هذا الاستهداف إن حدث وإن تم بشكل كبير يمكن أن يكون له تدعيات خطيرة أكثر من كارثة تشيرنوبل بعشر مرات حتى هذه اللحظات كل المعطيات تشير إلى أن استهداف هذه المحطة لم يستهدف بالفعل المفاعل النووي وإنما كان هذا الحريق في مركز لتدريب أي بعيد كل البعد عن المفاعلات النووية التي تحدثت عنها الجهات الغربية في انتظار تصريح رسمي سواء من الدفاع الروسية أو من الكريملين حول هذه العملية أو نفي هذه الاتهامات أو ربما تأكيد من جانب روسي أن الجيش الروسي هو من يقف وراء هذه العملية لكن كما قلت أصابع الاتهام يمكن أن توجه إلى الكثير من الجهات في ظل هذه الاشتباكات وفي ظل حالة الفوضى التي تعيشها الأزمة الأوكرانية وفي ظل أيضا ما تؤكده الاستخبارات الروسية بأن الكثير من المرتزقة من دول أوروبية استطاعوا الولوج إلى أوكرانيا للمقاتلة مع الجانب الأوكراني ضد الجيش الروسي هنا أستذكر تصريحات بالأمس لرئيس جهاز الاستخبارات الخارجية سيرجي ناريشكين عندما قال بأن الاستخبارات الأمريكية كانت تمتلك معلومات بأن الجانب الأوكراني بدأ فعلا في العمل لإنتاج أسلحة نووية ولم يتقاسم هذه المعلومات مع جهات أخرى وهنا نتحدث أيضا عن مخاوف روسيا من استعمال أوكرانيا لأسلحة نووية وفي ظل تلك التقارير الاستخبارات الروسية التي تتحدث وتصف بأن أوكرانيا يمكنها أن تستعمل أو أن تحصل على سلاح نووي في ظرف قياسي لأنها تمتلك التكنولوجيا وتمتلك الخبرة وتمتلك أيضا المفاعلات النووية السلمية كل هذه المعطيات إذا ما رصدت وإذا ما تم تحليلها من طرف الخبراء فإنها تشير إلى أهمية المفاعلات النووية في أوكرانيا وبأن هدف روسيا هو السيطرة على هذه المفاعلات